اهلا بكم ومع الحلقة الثالثة من حلقات التغير المناخي وبعد انتهاء المؤتمر في مدينة جلاسيكو في اسكتلندا في الحلقة الأولى تعرفنا على ايه هو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وعرفنا ايه المقصود بالتغير المناخي وكمان أسباب التغير المناخي وفي الحلقة الثانية اللي كانت بعنوان لماذا يعتبر مؤتمر جلاسيكو هو مؤتمر الفرصة الأخيرة وعرفنا ايه السبب وايه الأضرار والأثار المحتملة المترطبة على التغير المناخي وايه الدور السلبي للولايات المتحدة والصين في التغير السن المناخي واللي فاتوا الحلقتين مهم يشوفهم لو حابب يتابع معنا الموضوع ونسيب اللينك الخاص بيهم تحت في صندوق الوصف أما حلقتنا النهاردة الحلقة الثالثة من الموضوع اللي بنسجلها بعد انتهاء المؤتمر وصدور البيان الختامي هنتعرف فيها على ايه المأمول تحقيقه من مؤتمر الأطراف 26 وهل البيان الختامي حقق المأمول من المؤتمر وأثر التغير المناخي على الزراعة وهل ممكن مصر تتأثر بالتغير المناخي وإيه تأثيره على مدينة الإسكندرية وأين سيؤكد المؤتمر القادم ومع التفاصيل بعد الفاصل أهلا بكم مرة تانية والإجابة على سؤالنا ما المأمول تحقيقه من مؤتمر الأطراف 26 وهل تم تحقيقه المؤتمر يتناول أربع نقط رئيسية تم مناشتها خلال المؤتمر أول نقطة تأمين صافي الصفر العالمي بحلول منتصف القرن وده معناه في سنة 2050 نوصل لصفر من ارتفاع درجة الحرارة يعني يبقى ما فيش انبعاثات حرارية وكمان الحفاظ على درجة ونصف الدرجة الماوية اللي في متناول اليد والأمرين أكيد في منتهى الصعوب القرارات شكلها جميل لكن في مشكلة وهي تأجيل العمل بالالتزامات دي لبعد عام 2030 وده بيزيد الشكوك حول إمكانية تحقيق التعهدات الصفرية الصفية بالفعل تاني حاجة تكيف أكتر لحماية المجتمعات نظرا لأن المناخ بيتغير بالفعل فالبلدان المتأثرة بالفعل بتغير المناخ بتحتاج لحماية النظم البيئية واستعادتها بالإضافة لبناء الدفاعات وأنظمة الإنذار والبنية التحتية المرينة وكان فيه قرارات أو التزامات إنها يبقى فيه مساعدة للمجتمعات تالت حاجة حجد التمويل في مؤتمر الأطراف رقم 15 العقد في باريس وعدت الدول الجانية بتحويل 100 مليار دولار سنويا للدول الأقل صراءا بحلول عام 2020 وده اللي مساعدتها على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة الارتفاع الإضافي في درجات الحرارة وما تمش الوفاء بالوعد ومؤتمر السنة دي قرر تخصيص 85 مليار دولار من الدول الجانية للدول الفقيرة يعني ما وصلناش للرقم اللي تحدد في مؤتمر باريس 2015 لكن كان من القرارات الإيجابية أنه هيتم مراجعة هذا البند في المؤتمر القادم بعد سنة مش بعد خمس سنوات فيه مشكلة في حجد التمويل وإيه المبلغ 85 مليار دول هيعملوا إيه في دول وفيه دول زي الهند طلبت تيرليون دولار لها الوحدة رغم أنها من الدول المسؤولة عن التغير المناخي وعلى الأساس ده المؤتمر تم تمديد أيام ويوم بسبب الخلاف على البيان الختامي ونقطة الخلاف في الأموال اللي هتدفعها الدول الجانية للفقيرة وخصوصا دولة الهند رابع الأهداف اللي كان مأمول تحقيقها هو أن قالوا أن العمل معا لتحقيق الأهداف اللي احنا حددناه وده معنى إقامة تعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني بالإضافة للمفاوضات الرسمية من المتوقع أن المؤتمر يؤسس لمبادرات وتحالفات جديدة لدفع العمل المناخي يعني اتفاقات على الورا نوصل لموضوعنا المهم واللي يخص الزراعة وهو أثر التغير المناخي على الزراعة نقدر نقول أن المناخ والزراعة عمليتين مرتبطين ببعض وكل منه بيأثر على التاني وتغير المناخ بيأثر فعلا على الزراعة فبيأثر على إنتاج المحاصيل وتغير المناخ بيزيد من خطر انعدام الأمن الجزائي لبعض الفئات الضعيفة من الفقراء الاحتباس الحراري ممكن يزود الأفات الحشرية وتكتسب الحشرات اللي كان لها دورتين سنويا للتكاثر تكتسب دورة إضافية إذا امتدت فصول النمو الدافي وده بيعمل على حدوث طفرة في أعدادها وبالتالي قضاء على إنتاج زراعة مجاة الحر المرتبطة بتغير المناخ اتسببت في إنتاج محاصيل أقل بكتير من المتوسط في أجزاء عديدة من العالم خصوصا في أوروبا ومزيد من حالات الفشل هيعمل على ارتفاع أسعار الجزاء العالمي هل ممكن مصر تتأثر بالتغير المناخي؟ أكيد بتعتبر مصر والوطن العربي بصفة عامة من أكثر الدول تأثرا بالأثار السلبية النتيجة عن التغير المناخي وبتتلقص الأضرار في مصر في عنوين لأن التفاصيل كتيرة الأضرار زي تهديد الأمن الجزائي خصوصا على محاصيل رئيسية في مصر اقتصادية زي الأمح والرز النقص المتوقع لموارد المياه ارتفاع أسعار الجزاء ارتفاع نسبة البطالة كل دي خسار اقتصادية بتقدر من 50 إلى 234 مليار جنيه كمان التأثير على النظام البيئي وده بيبان أكثر في الشعاب المرجانية في البحر الأحمر نتيجة ارتفاع الحرارة وارتفاع منسوب المياه برضو بيؤدي إلى أراضي الدلتة اللي بيها محميات طبيعية للتيور المهاجرة وده هيأثر أكيد على إعداده كمان التأثير على الصحة العامة لأن ارتفاع درجات الحرارة بيوفر مناخ مناسب لنمو وتقاصر الحشرات الناقلة للأمراء وده هيأثر على الفئات الضعيفة ويزود معدلات الوفاة كمان التأثير على الطاقة لأن هيبقى فيه قصرة ويطلب على مكيفات الهواء أما مدينة الإسكندرية واللي تم ذكرها بالتفصيل في المؤتمر من رئيس وزراء إنجلترا وقال إن العالم إن فيه مدنها تختفي زي مدينة ميامي في الولايات المتحدة والإسكندرية في مصر ومدينة شينغاي في الصين وحقيقة الموضوع إن الأمر ده هيحدث لو تم الإهمال في قرارات دي وزاتت درجة الحرارة بأربع درجات مقوية فيحصل ده في سنة ألفين ومي أما إعلان رئيس وزراء إنجلترا فهو حدد فهل هنوصل لأربع درجات مقوية بالإضافة لكده إعلانه ما حددش أن فيه دولة زي دولة هولندا اللي هي نيترلاند اللي هي الأراضي المخفضة هتختفي نهائي كل المدن اللي على البحار لكن إحنا بنشوف بصفة خاصة في مدينة الإسكندرية أعمال مصابدات موجودة في البحر بتشغلين عليها من حوالي أكتر من خمس سنين لتجنب زي ارتفاعات اللي هي موجودة حاليا آخر نقطة عندنا أين سيعقد المؤتمر القادم كوب 27 فنقدر نقول إنه هيعقد في مصر في مدينة شرم الشيخ اللي هو كوب 27 واللي هيكون مؤتمر مهم للتأكيد على قرارات اللي تحزت في المؤتمر الحالي أما المؤتمر اللي بعده اللي هو كوب 28 28 فيعقد إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون كله بالخير على العالم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته